إذن في ضلال مبين إني آننت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ومعتقدهم وعلى رأسهم علي وفاطمة وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وهو المعتقد الحق الذي لا حق غيره وأيضا أعتقد أن مذهب الشيخ محمد بن سليمان البراك بأي اسم كان هو مذهب مخالف لمذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أبرياء من هذا المذهب وأعتقدوا أن أئمة الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري عليهم السلام أجمعين هؤلاء هم أئمتي وسادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم معصومون من الزلل والخطأ ومنصوص على إمامتهم وأن من خالفهم فقد خالف الله ورسوله وإمام هذا العصر هو الإمام محمد بن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف تعال مرتضى وهو حي يرزق وأن هذا الذي قلته كله هو مذهب أهل البيت عليهم السلام أجمعين ومعتقدهم اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إن كنت أنا المسمى بعلي آل محسن هجحت حقا أو ادعيت باطلا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله مني صرفا ولا عدلا وأنزل علي حسبانا من السماء أو عذابا أليما وإن كان الشيخ محمد بن سليمان البراك جهد حقا أو ادعى باطلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا محمد بن سليمان البراك أنتمي لمذهب أهل السنة والجماعة والمذهب العقدي الذي أدعو إليه وأدين الله به هو مذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وهو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب نبيه أجمعين وأعتقد أن أفضل رجل في الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم بعده عمر رضي الله تعالى عنه وأعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه يعتقد أن أبا بكر وعمر أفضل منه وأنهما أفضل رجلين في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقد أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته والذي يدعو إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ويدعو إليه الأئمة قبله الأئمة الأربعة وأهل الحديث وهو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق وما عداه فهو الباطل وأعتقد أن مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية والذي يدعو إليه علي آل محسن أنه مذهب باطل وأن الشيعة في كل ما خالفوا فيه أهل الإسلام أنهم لم يأخذوه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مفترا مكذوب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقد أن مذهب الشيعة في الإمامة وفي العصمة أنها افتراءات وأباطيل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وأنها ضلال مبين وأعتقد أن الإمام الثاني عشر الذي ينتظره الشيعة أنه خرافة لا أصل له ولا وجود له وأنه لم يولد ولن يخرج أبدا وأعتقد أنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من ادعى العصمة غيره غيره أو نسب العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مبطل اللهم إن كان ما أقول حقا فأيدني وانصرني وأظهر الحق على لساني واهدبي وإن كان ما أقوله باطلا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله مني صرفا ولا عدلا وأسأله إن كنت كاذبا فيما أعتقد وفيما قلت أن ينزل علي عذابا من عنده وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا 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 اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم وانصرهم يوم طل النار وأعنهم يوم قل المعين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام